فور إطلاق صراحي بمجابي عفو أزره رئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه رجل الأعمال الروسي ميخايل خودركوفسكي إلى العاصمة الألمانية بلين التي وصلها بعد ظهر الجمعة بحسب ما صرح به وزير خارجي الألماني الأسبق هانزا ديتريش جينشور الذي كان في استقباله في مطار شونفيلد خارج العاصمة الألمانية الكثير من الناس كانوا يظنون أن هذين الرجلين أي بوتين وخودركوفسكي لن يتصلح أبدا ولكن مثل هذا العفو غير المتوقع أثبت العكس وبالطبع هو فرحة كبيرة تقول لودميلا ألسكيفا من مجموعة هلسينكي لحقوق الإنسان وكان صاحب الإميراتورية النفطية السابق خودركوفسكي المسجون منذ أكثر من عشر سنوات قد غادر صباح الجمعة المعصد الذي كان يعتقل فيه في سيكوجا البلد النائية في شمال غرب روسيا كان من الممكن يطلقه صراحه حتى قبل هذا الوقت لأن الأمر سهل جدا ولا يحتاج إلى المحكمة أو القانون بل إلى قرار شخصي من الرئيس الذي يبدو على الأرجح أن لقراره هذا علاقة بالاستعدادات لأولمبيادا سوتي خاصة مع تزايد الانتقادات وجه وضعية حقوق الإنسان في روسيا ونفوذها في بعض الدول لاتخاذ القرار لتقلص مستوى مشاركاتها في هذه الألعاب وهي مشاركة سياسية تقول رئيسة لتوانيا خدركوفسكي الذي كان يعتبر في إحدى الفترات تغنى رجل في روسيا ومن أكثر الشخصيات نفوذا في هذا البلد حكم عليه في عام 2005 باستجن إطراء دانتي بالاحتيال والتهرب الضرابي